قال وزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر باعوم أن ظهور حالات جديدة لشلل الأطفال بعد أن تم سيطرة على الفيروس وإعلان اليمن خالية منه عام 2006 للميلاد ما هو إلا نتيجة حتمية لتلك الإشاعات المسؤولة التي أطلقها الحوثيون ضد القاح شلل الأطفال ومنع الميليشيات الإنقلابية فرق التطعيم من الوصول إلى مدينيات صعدة واستنادا إلى فتاوى دينية متطرفة لتعنى نتائج الكارثية لما تقوله ودع الدكتور باعوم خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع مكاتب منظمتي الصحة العالمية واليونسف في اليمن وممثل عن المكتب الإقليمي لمنظمات الصحة العالمية في القاهرة دعا إلى ضرورة مساندة جهود الحكومة لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال من محافظة صعدة إلى بقية المحافظات ترجمة نانسي قنقر